يعني انت غيرتلي اتجاه الحلقة خالص هاروح معاك للمحمد صلاح انت كنت رايح لجوبة عن نجم الساحلي ايوم الزبط واعترافات جوني نجم الساحلي فأقولي عشان أقولي عشان نخلص بالأول وهكاد يرجع للمنجمينة محمد صلاح هنأخير معاك للمحمد صلاح ودي الورق اهو عشان ما تقولش انها بص ورق لا أنا معاك للصبح فأنا بقى أعدلك النهاردة مش انت دخلت علي دخلها بالأول لا أنا معاك للصبح والله واحنا بنتفرج عالتقرير شاف الهدف الهدف ده بتاع مباراة النجم الساحلي ممكن تجبولي هدف اللي كابتن واقل جاب واللي عالمي اللي كان في التقرير ده في آخر ثانية نتفضل نعرضه بعد شوية وكابتن واقل واقل بيتفرج قال لي على فكرة بصراحة الهدف ده كان اوف سايد اوف سايد انا بحييك على شجعة الله يخليك بتكسر بالتحكيم ولا ايه لا يا عما لاش قس ما كانش فيه فوار بقى عارف الكرة عايز اقولك على حاجة شادي انت الكرة دي يعني الحاكم خلاص بيحط الصفارة فيه عشان هيصفها دي حايد منتها المباراة لما ردت ردت لابراهيم سعيد ابراهيم سعيد موقف عشان عافلة وقفها وتعملت نقلة واحدة كان صفا هيت لعبت مرة واحدة تمام فانا كنت طالع يعني عارف الفرق بسيط بصراحة مش كتير في الزحمة طريق السيد لسه هيلعب بقى ومفكر ان الده لأ يعني حاجة ستوق ومت ايه لعبة في الجون على طول فانا عارف السهدف عالمي الصراحة هو حلو اوه بس انا عرفت بعدين ان افسدت اتفرجت عليه اه عشان انت كنت بتميل للتحكيم مش بلالت في التحكيم ولا حد قال لك اوال دي كتبسى بأمان ده لا انا عارف انها كانت افسدت قسا مش صعبة يعني لما بتتعاد مرة واتنين فانا عرف الهدف جاهز معنا جماعة طيب هنجهز ونقول لك يعني خليني اقول لك انا بقول كده دايما للامانة الكرة القدم مرتبطة لو ما فيش اخطاء مش توقف فيها حلوة الكرة اللي كل حاجة صحة وكل حاجة كل حاجة صحة مفروض من المدرب ومن اللعيبة والامور الخططية لكن الحكم بشرة بياخد قرار طبعا مع الفار الطبيعي اللي يحصل تطور وقاش عدد الاخطاء تقل بتقل لكن بتشوف في العالم كله اخطاء طبيعي طبيعي لان خد بالك فيه ناس يعني مش مش حاسة بحاجة معينة خد بالك رغم ان فيه فار ممكن يحصل اخطاء ليه لان مش كل حكم زي التاني مش كل حكم امكانياته زي التاني زي اللعيب انت النهاردة بتقول ايه اللعيب ده افضل من اللعيب ده امكانيات اللعيب ده احسن من اللعيب ده نفس الحكاة في الحكم فنيات الحكم ده غير فنيات الحكم ده فانت النهاردة ممكن يكون فيه اختلاف في القراء ده بعيد عن اللي انت شايفه يعني ممكن حتى الفار يباين ان دي مثلا مش ضرب الجزاء ويقولك ضرب الجزاء فنيات الحكم بتاع الفار بيقول وممكن فنيات الاتنين اقل من الكرة اللي حصل عليها مشكلة فبيحسب القرار هل هو قصد لا مش قصد خلينا صرحة لا هو مش قصد مين قال انه هو قصد لكن هي فنيات هي امكانيات الحكم بيبقى عنده امكانيات زيه زيه العيد زيه زيه المدرب فطبيعا ان انت تلاقي اخطاء بتقل اه بتقل كويس ان الفار موجود عشان تقل اخطاء قلت كتير جدا يعني لما تيجي تقول ان في اخطاء بتحصل في الدورة مع وجود الفار هتلاقي عشرة في المية الاول من غير الفار لا تلاقيها ستين في المية فتلاقي النسبة كبيرة جدا عالية طب ايه اللي اثبت ان الفار ده صح ان قرارات كتيرة الحكم بيحسبها داخل الملعب الفار بيغيرها صح ولا انا غلطان اذا لو انت من غير الفار يبقى الاخطاء كتها تزيد ودي امكانيات حكم ايه اللي بيفر حكم دولي عن حكم طبعا مش عايز اشكك في زمة الحكم انا من نوعية اللي محيبش تشك في زمة الحكم بصراحة لكن اقولك ايه امكانياته ابتدت معايا كلامك عن فكرة الدوري الانجليزي وسرعته اداء ولما نتكلم عن الدوري الانجليزي لازم نتكلم اكيد عن نجمينة محمد صلاح طبعا هدف عالمي كالعادة هدف الدوري سكة الناس بتتحترموا وحبوه حب هستيري محمد صلاح محمد صلاح لا يعني خلاص محمد صلاح عدى كل حاجة خد بالك فخلاص ثقافته يعني هو اتعود خلاص يعني هو خد بطبع الاحتراف الثقافة غيرها محمد صلاح كمان من ميزاته ان هو ملتزم دي حقيق مش هوائي يعني خد بالك انت عارف يعني ايه هوائي في لعيبة كتيرة احترفت بره مصر ولعيبة كويسة ولا ماء ففي لعيبة كتيرة احترفت بره مصر لكن تعيس انها ماكملتش ليه ماكملتش هو دماغه مش واخد على كده ما تأكلمش فارجع بسرعة رغم ان هو لعيب كويس لكن محمد صلاح سكافته اتغيرت سلوبه اتغيرت تعامل الطريقة كل حاجة اتغيرت محمد صلاح من هنا خد بالك محمد صلاح حتى في تصريح عليك ايه انا بحيب اخد الكرة روح الجول هو حابب هو عارف هو تعود خلاص مش اللي هو بقى لسه وهيرجع لا هو كرة جيله معظم الحاجات اللي بيتجيله بيحب يروع الجول عايز يجيب جول فهو بيجيب جول انت بقص الجول انت عم بالك يعني بدل ما اخد بالك اقول لك الحاجة اوال